تعالوا بقى نروح لي موضوع مختلف حبتين ومتعلق بي السادة المسؤولين في الاتحاد العربي لكرة السلة يعني أحددوا بالفعل يوم 20 ديسمبر كموعد إجراء قرعة منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها في القاهرة في الفترة من 26 ديسمبر لغاية يوم 3 يناير المقبل بمشاركة طبعا منتخب مصر عايزين نفكر حضراتكم أنه طبعا نظرا لتوجيه الشكر لروي رانا المدير الفني للمنتخب فاللي حيقود المنتخب في البطولة العربية هو الجهاز الفني المكون من الثلاثي والبدر ومحمد سليم ورامي جنيدي طبعا نتمنى لهم كل التوفيق في قيادة المنتخب للتتويج بهذه البطولة وأتمنى أنه ما بقاش فيه أي انعكاس لفكرة توجيه الشكر للمدير الفني النوع ده من الأمور سعد ينتج عنه شيء من البلبلة فنتمنى إن شاء الله ده ما يحصلش ويبقى فيه استقرار يعني عكس بكل الإيجابية على اللاعبين بتوعنا بإذن الله وإن شاء الله يفرحون